بسم الله الرحمن الرحيم وبهنستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تفسير رؤية حلم وراء العنب في المنام رؤية العنب في المنام بيكون دل على الرزق والخير والبرقة فالعنب الأخضر بشارة بمتاع الدنيا أما الأسود مال من جهة امرأة أو زواج أما العنب بيغير وقته بيكون دل على استعجال الرزق أما العنب الأبيض والأصفر بيضل على السعي في جاني الخير والنفع رؤية وراء العنب بيدل على البشارة بنيل الخير والمنفع والاستعداد كمان بيحمل الكثير من الأرزق بنقول كمان أن وراء العنب الأخضر أفضل بكتير من رؤية الوراء اليابس أو الجاف كمان بنقول من رأى وراء العنب الأخضر واستحصن طعمه دل ذلك على جاني صمار التعب والعمل وحصد الكثير من الفوائد كما أن أكل وراء العنب المطلوخ أفضل من تناوله ني ومن طبخ وراء العنب فقد نيل اليسر والفرج بعد العسر والشدة وراء العنب في منام الفتاة العزباء بيرمز رؤية العنب للعزباء إلى اقتراب زواجها وتيسير أمرها ونيل مرضها فإن رأى وراء العنب دل ذلك على استعدادها للرزق سواء كان في الزواج أو العمل أو الدراسة وإن أكلت منه فتلجى سعادة وأمال وأمال تبعث في قلبها بعد فترة من اليأس والخوف إذا شهادت أنها تلف وراء العنب دل ذلك على الصبر على الشدائد والفطمة في إدارة الأزمات والتحديات التي كانت تواجهها وحسن التدبير والعمل وانتبخت وراء العنب دل ذلك على خير تصيبه وعوت كبير وكمان ذهاب الهم والأحزان التي كانت تنغس عليها عشتها بنقول كمان رؤية وراء العنب الأخضر أحسن من غيره فهو دل على اليسر والسرور والرزق الوفير لف وراء العنب الأخضر دليل على المرونة والفطنة في تيسير الأمور ومن شهادت وراء العنب الأخضر وأكلت منه فتلك رزق قليل يكفيها أما محشي وراء العنب الأخضر بيقول على الرزق اليسير والبرقة في الحياة رؤية وراء العنب في منام المرأة المتزوجة بيعبر رؤية وراء العنب عن الاستقرار في الحياة الزوجية والسعادة مع زوجها ولكن رؤية وراء العنب في غير وقته بيقول على الصعوبة والتحديات التي تهدد حياتها واستقرارها مع زوجها أما إذا أكلت منه فتلك بيكون منفعة أو مال مجموعة رؤية وراء العنب بيقول على الخير والسداد والفطنة في إدارة شؤون حياتها وتوفير متطلبتها لف وراء العنب دليل على الراحة والفرج بعد التعب والشدة والانتماء لأسرتها دون غيرها أما وكمان إداء ما عليها من وجبات دون تقصير طيب إذا شهادت وراء العنب الأخضر على ذلك بيدل على البركة في المال والرزق اليسير والخير الكثير أما إذا كانت الرؤية تنتظر الحمل وهي طبعا يعني كانت تتمنى وشهادة الناتلي في وراء العنب فذلك بيكون دليل على التعجيل في مرادها ونيل مطلبها شراء وراء العنب في منام المتزوجة شراء وراء العنب بيدل على بسط الرزق واتساع العيش والزيادة في المتاع شراء الوراء الأخضر بيدل على اليسر والتوفيق والسداد شراء وراء العنب وطبخه والأكل منه دليل على جني صمار التعب والصبر والسعي في الخير والبعد عن المنغصات أما وراء العنب في منام الحامل بنقول هنا وراء العنب للحامل دل على المنفعة والمال والعافية فإن أكلت منه فتلك دلالة على تمام الصحة والسلامة طفلها وورق العنب الأخدر خير لها من الأسود وورق العنب الأسود مكروه وبيقول على المتاعب الحمل أو التعب قبل الولادة أما إذا رأيت ورق العنب الأخدر دل ذلك على الخير يأتي بقدوم طفلها وإن في وجه الرصد والنفع في الدنيا وإن شهدت إنها تلف ورق العنب دل ذلك على الصبر والفطنة والعمل الصالح كمان بنقول إن أكل ورق العنب في منام الحامل مكون أخدر دل على الشفاء من المرض والخلاص من المتاعب والهموم وكمان تحسين أو ضحة على نحو ملخوص وإن طبخت ورق العنب فذلك بيكون روحة بعد تعب وفرج قريب بعد شدة وإن قضاء لكافة همومها وأحزنها وإن طبخت ورق العنب وأكلت منه فذلك بيكون رسك قليل بس يسير ومحشي ورق العنب بيكون دلالة على الخيرات والنعم طيب ورق العنب في منام المطلقة بنقول هنا بتشير رؤية ورق العنب إلى الأوضاع المستقرة والثبات في حياتها المعاشية في إن رأت ورق العنب فذلك خير تصيبه ورزق تجنيه دون توقع وإن شهادت إنها تطبخ ورق العنب دل ذلك على الارتياح والفرج بعد التعب والشدة وتيسير أمورها بشكل كبير إن شهادت إنها تلف ورق العنب وتطبخ محشي الورق فبيكون دلالة على الحفاظ على العهود والمواصيك واستعادة حقوقها والبعد عن مواضع النزاع والولاء لأسرتها وبيتها وصلاح أحولها بيقول لف ورق العنب على الحمل أيضا وإن كانت أهلا له طيب لكن أكل ورق العنب دون طبخه بيقول على التعب والهم والزائد وخاصة إن كان ناي أما شراء ورق العنب بيكون دليل على السعي في أمر يجعل لها الخير والنفع أما رؤية ورق العنب في منام الرجل هو بيعبر عن الرزق الوفير والاستعداد له والمدومة على باب الرزق فإن ورق العنب الأخضر بيكون دليل على البركة والمال الحلال وهو أحسن من ورق العنب الجاف أو اليابس ورق العنب بيقول على حصد نتائج الصبر والعمل وجني سنار التعب والسعي من أكل ورق العنب مطبوخ دل ذلك على الخيرات التي يحظى بها والمطبوخ أحسن من الني أكل ورق العنب الأخضر بيدول على رزق قليل فيه هم أما أكل محشي ورق العنب دل على البركة والخير الكثير وإن شاهد إنه يخزن ورق العنب فهو بيدخل المال وبيكنزه لف ورق العنب دل على الراحة بعد التعب وإن كان متزوج فتلك حمل زوجته أو الولادة وأكل محشي ورق العنب بيقول على رزق بسيط أما رؤية شراء ورق العنب في منام الرجل بيدول رؤية شراء ورق العنب على المال والحلال والتجارة المربحة كمان هي رمز في الشروع في عمل جيد أو عمل جديد أو حصد تركية طيب إن رأى إنه يشتري ورق العنب ويدخل به البيت دل لذلك على اتساع الرزق ورغض العيش والزيادة في المتاع كما بيرمز إلى استقرار الأوضاع المعيشية والخروج من المحن رؤية أكل ورق العنب المطبوخ أحسن من رؤية أكله وهو ناين أكل ورق العنب مطبوخ بيكون دليلة على الرزق كمان بنقول إنه بتدل على سمار الصبر والعمل ونتائج السعي في الدنيا وإنه إن أكل الورق العنب مع زوجته بيكون تلك منفعة تنالوا منه ومساعدة يجنيها عن جهتها أما أكل محش ورق العنب بيدل على البركة والاستقرار والرزق الوفير شراء ورق العنب بيدل على الاستعداد لحظ الخيرات والصمار وكمان بنقول المتابعة على باب الرزق وبيحسن من أوضاع المعيشية فإن رأى أنه يشتري ورق العنب ويدخل بيته ويطبخ ويأكل منه فتلك بتكون دلالة على طيب المعاش وزوال الهموم والأنكاد وإن اشترى ورق العنب بيكون للأعزب ودل على الشروع في عمل جديد أو الإجدام على الزواج من أمرأة صالحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته